موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في لوحات هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناتنا جميعا المتحدث والمشاهد كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحب كل عمل يقربنا إلى حبه وحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والحياة إنما هي لحظات لأن يوم القيامة قد يأتي بعض الناس فيحدثونهم كم لبيهتم بعضهم يقول يوما أو بعض يوم بعضهم يقول ساعة من نهار الحياة قصيرة جدا وتصبح الحياة أقصر عندما لا يعرف الإنسان أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى توجها سليما ولهذا المغبون في هذه الحياة هو من لم يتوجه إلى الله أصلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يتساءل الإنسان ويقول الله رحيم الله رحمن الله رؤوف الله لاطيف كيف لا يغفر الشرك للمشرك الإجابة بسيطة المشرك لم يتوجه أصلا إلى الله ما شفش أصلا لواحات التي ترشده إلى الله وين يلقى الله تعالى ولهذا يوم القيامة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم بعض الناس يقولوا سبحان الله خطر كين بعض الناس يدخلوا من هذا المداخل يقول لك رب العالمين بمعنى لهذا الدرجة عنده حقد على عبادي حشاه سبحانه وتعالى أن يكون حقودا على عباده الله رأوف الله رحيم الله يحب الخير لعباده إلا أن العبادة هم الذين لم يتجهوا نحوه دوك تخيل معايا أنا نقول لك مثلا أو تقول لي أنت تقول لي عندي هدية ليك نتلاقوا في مثلا المدية ويسمحوا لي أهل المدن الأخرى والولايات الأخرى أنني مثلا ذكرتوا المدية جاءت هكذا وحدها المدية قريبة على العاصمة بتسعين كيلو أنت تقول لي عندي هدية ليك بصح تلقاني في المدية أنا ند صباح باش ندي الهدية تاعي بصح وين نروح نروح في اتجاه قسنطينة في اتجاه الشرق قل لي بالله عليك هل ألقاك؟ هل ممكن جد نتلاقى وأنا وياك؟ ما تلاقاوش أصلا أنا رحت مشرق وأنت راك هنا في الجهة الوسطى راك في التيتري كما يقولوا سابقا راك في المدية وين تلقاني ما تلقانيش ولهذا المشركو توجه إلى وجهة غير وجهة الله تبارك وتعالى ولهذا الله عز وجل حتى يعلمنا الاتجاه نحوه عز وجل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي شطر بيت الله تعالى ولي وجهك إلى الله تعالى ولي وجهك إلى الله تعالى فعندما تولي وجهك إلى الله تعالى تجد الرؤوف وتجد الرحيم وتجد التواب وتجد الغفار وتجد الغفور سبحانه وتعالى اليوم أريد أن أتعمق معكم أكثر في مسألة التوبة وأظن أنكم لازلتم تتذكرون أننا تحدثنا عن التوبة وقلنا بأنها الوظيفة العمرية إنها اللوحة التي لا تفارقنا أبداً في هذه الحياة في كل منعرج في كل طريق مستقيم في كل مدينة في كل حي في كل بيت تجد هذه اللوحة وتقول لك احذر أنت متغافلاً احذر التوبة 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 يقول التوبة التوبة أحدثوا توبة قبل نزالكم فإنكم لا تقاتلون بعداتكم ولكن تقاتلون بتوباتكم لأننا كما يقول أبو بكر الصديق لو لو تخليتم عن التوبة تساويتم أنتم وأعداءكم وغلبوكم لأن عدتهم أكثر من عدتكم ففي كل مكان تقولنا اللوحة هذه التوبة التوبة ثم تحدثنا عن في الحلقة الماضية تحدثنا عن الاعتصام أو الذنوب ما كان يشترق واحد أخرى ينعتصم بالله فيهدينا إلى صراطه المستقيم أو أننا نخلع لباس الاعتصام فمن ثم يتركن الله بيننا وبين أنفسنا والشيطان وهذا أكبر الخذلان اليوم محدثكم عن دواء الخذلان شوف سبحان الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء كل حاجة عندها دوتها لأن قبل أن نحدثكم عن الأدوية الثلاثة للخذلان الخذلان هو أن الله تعالى يخلنا بنا وبينفسنا كيف يشعر في الإنسان بأن نبين وبين نفسه حاجة مهمة هذه أن نبين وبين الشيطان أن الله تعالى رفع عنه عصمته أولا مسألة الإصرار تلقى الإنسان يدير في المعصية وعارف بالي راحي المعصية ومع ذلك عنده الإصرار المازال يروح لنفس المكان وما زال يروح لنفس الأشخاص وما زال يعصي الله تعالى بالنفس المعصية ويصر على ذلك وأنه يذكرت في الحصة الماضية وهو في قمة الفرح وأحيانا في قمة الغفلة وكأنهم هم دير حتى حاجة الإصرار ثانيا ثانيا العودة العودة أن الإنسان يعلم بأنه في معصية ويتخلى عن تلك المعصية ولكنه يخطط لكيفية العودة إليها هنا يعرف للإنسان هذا لم يعصمه الله تبارك وتعالى لم يقف الله عز وجل بينه وبين المعصية حائلا سبحانه وتعالى عز وجل برحمته بكرمه بنعمته بمنه وبالتالي سبحان الله الإصرار والعودة يقول العلماء هذا في حد ذاتهم مع حجة ثلاثة واسمها الاستقرار الإنسان يقعد ثابت على توبته لا ثابت على معصيته وسبحان الله قال عمر بن خطاب رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من جلد الكافر وعجز الثقة جلد الكافر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حصر ثم يغلبون شمعنا هذا كي الناس المعصية هم مصرون وكي الناس المعصية هم مستقرون ثابتون وكي الناس المعصية هم معاودون هذا يقول عنه العلماء هذا في حد ذاته معصية بمعنى الإنسان كي يذنب يعود يولي الإنسان كي يذنب ويسر الإنسان كي يذنب ويستقر هذا في حد ذاته ذنب هذا في حد ذاته معصية تعرفوا إليش هذا في حد ذاته معصية لأنه عقوبة من الله تعالى شوف معي الله يجزي عمر كما تشوف واحد مبتلى بمرض أو مبتلى بأنه خسر ماله أو مبتلى بأنه خسر سيارته أو مبتلى بأنه فقد أحد أقاربه عمر كما تقول عليه بالله ويخلص تعرفش كله يخلص حقيقة هو اللي رأى في المعصية وما هو يحب يخرج منها ويقول لي هذا عقوبة لأن عقوبة الذنب أن يقع صاحب الذنب في الذنب بعد الذنب هذه العقوبة الكبيرة اللي عاقب نبي الله تعالى أكبر عقوبة ليقدر يوصلها الإنسان المجاهرة 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 كل أمة معافة إلى المجاهرون أخي الكريم أختي الكريمة حتى لو كان ندير الذنب ماذا بي نسطر على روحي نخبي على روحي الله سمى نفسه الستير تعرف رب العالمين لما يدير الإنسان الذنب وهو وره معنى هذا الذنب يسمى معصية آدمية ما هيش معصية إبليسية فرق بين المعصية الآدمية والمعصية الإبليسية وشنو هي المعصية الآدمية هي معصية شهوة والمعصية الإبليسية هي معصية كبر هي معصية تكبر قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من نور أما وخلقته من طين أما آدم عليه السلام كي عصى الله تعالى غير عصى الله تعالى اندم وارجع لله تعالى فهي معصية شهوة أراد الخلود وباليس عرف له من يدخله فبالتالي تعرفوا اقتشتوا لي كين المجاهرة باش الواحد يعرف سبحان الله المجاهرة تعرفوا شنو المجاهرة هو أن الواحد كنقول خليني يقولها بالدرجة كي واحد ينحي على رحول حيا خلاص ولا ما يحشامش بمعناها يديد معصية قدام الناس ويهضر عليها قدام الناس والأخطر من ذلك أن البعض كي لي ما عندوش حتى الإمكانية باش يعصي ومع ذلك يزوخ قدام الناس بالليعصاه هو ما عصاش هذا أخطر هذا مرض كبير رقم اثنين رقم اثنين هو أنه يعلم بأن الله ينظر إليه ولكن لا يبالي يجي واحد يقوله يا يولد يا ربي يشوفك خب يروحك استروا ها يا أنت واش دخلك وكذا هذه وعلا بزاف إلا أنه اليوم حبيت نقول لكم حبيت نأضلكم عدوى والأدوية هنا ثلاثة ما نقدش نعرفه تشربه صباح لأشية في الليل على حساب حالك على حساب حالك الدول الأول هو أنك تخاف تلقى الله على هذه المعصية شوف أنا نقول لك والله المعصية في حد ذاتها ما يشي الإشكال الكبير المعصية هو أن الإنسان يموت عليها رقم اثنين الدواء الثاني هو أنك تندم تندم تقعد بينك و بين نفسك وتندم تقول يا ربي واش الداني الدواء الثالث هو أنك تشمر واش بقى من حياتك أنك تغطي قاعد لي صراع هذه الثلاثة هما الدواء تخاف تلاقي ربي بالمعصية اثنين تندم وتبكي وحدك بينك و بين نفسك الثلاثة هو أنك تشمر لأنه ما كان حتى فايدة أنك تقول باللي تبت وما عاوتش وليت وما عاوتش درت الأشياء اللي يحبها الله تعالى هذا الدواء ماذا به الإنسان يشرب منه باش ما نقنطوش برحمته الله ربي قوينا الخير إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حصة لوحات أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة